اشتركوا في القناة بامر رياسي يقال هكذا في عهد ريجن المجنون يقال بامر رياسي اصدر الرئيس الامريكي ريجن امر رياسي بالحرب على ليبيا مثلا امر رياسي بمحاصرة ليبيا امر رياسي بمقاطعة ليبيا امر رياسي بعمل كذا كذا هل هذي ليس الدكتورية هذي ديمقراطية الان انتخابات امريكية طلع مواطن اسود اصله من كينيا فريقي ومسلم وكان يدرس في مدرسة اسلامية في اندونيسيا اسمه اوباما والناس كلهم صفقوا لهذه الشخصية في الوطن العربي وفي العالم الاسلامي وفي فريقيا والسبشروا بخير وصفقوا لهو وصلوا من نجله ودعوا لهو بالنجاح وربما يكونوا قد دخلوا حتى في حملة التبرع الشرعية لتمكينه من الفوز في رئيسة امريكا لكن فوجينا بان اخانا وشقيقنا الافريقي الكيني الامريكي الجنسية امريكي الجنسية يطلع بتصريحات صدمة كل المؤيدي في العالم العربي وفي فريقيا وفي العالم الاسلامي نحن نتمنى وربما تكون هكذا ان هي مجرد زي ما يقولوا في مصر اكوزيون انتخابي هذه مناسبة انتخابية ان كذب انتخابية باش تعرفوا مهزلت الانتخابات ان الواحد يكذب يكذب على الناس لكي يعطوه صوتها وبعد ياتي التطبيق وينجح يقولون لا هونت وعدت بكذا بكذا يقولوا لا هاي دعاية انتخابية شوفوا مهزلت هاي الديمقراطية لا لي دعاية انتخابية فاكرينها جد لكنها مضبوط نرحق عليكم ان يبقى صوتكم ان شاء الله هي تكون هكذا مجرد دعاية انتخابية لكن كونك هو يقول ان القدس سأعملها عاصمة الى الامد للاسرائيليين هذا يدل على ان هو ان اخانا اوباما يجهل السياسة الدولية وما هوش بطلع على ملف الصراع في الشرق الاوسط كنا نعتقد ان يقول انا قررت اذا نجحت سوف أفتش مفاعل ديمونة ليأتأكد من القنابل الذرية ومن صحة الدمار الشاب الأخرى عند الاسرائيليين نبقى نتأكد بها ودي القرار مثل هذا لكن لا بد انه عندما فكر في هذا لا بد انه فكر عندما كان يتكلم عن ايران برنامجه النووي لا بد ان تكون امامه ديمونة بكل تأكيد لكن لما تكون قدامه ديمونة لا بد ان يكون قدامه يكون قدامه مصير مصير سلفه كندي 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 الذي قرر ان يفتش مفاعل ديمونة وأصر على تفتيش ليتأكد من انه يصنع اسلحة ذرية وإلى لعب ورفض الاسرائيليون وأخيرا أصر هو على التفتيش كان المخرج من هذه الأزمة هو استقالة البنغوريون استقال حتى لا يوافق على تفتيش مفاعل ديمونة وأعطى الضوء الأخضر بقتل كندي وهكذا قتل كندي بسبب مفاعل ديمونة وصراره على تفتيشه بسبب صراره على تفتيشه قتل كندي لا بد ان اوباما امام هذه الصورة وبالتالي لا بد انه كان يريد ان يتكلم على هذا ولكنه يتراجع كنا نتوقع منه ان يقول اني سأطبق اذا نجحت فكرة الدولة الواحدة السراطين الموجودة في الكتاب الابيض للقذافي ان هذه الفكرة هي الفكرة اللي فيها الحل الجذري والتاريخي والنهاي وانه مستحيل يقام الدولتين خزميتين في هذه المنطقة اي دولة عمق خمسطار الكيلومتر ما يسمى باسرائيل الا ان عمق خمسطار الكيلومتر اي دولة هذه امام خمسة ملايين من الفلسطينيين كنا نتوقع ان يقول ملايين اللاجئين الفلسطينيين قررتوا ان يرجعهم بقرأ فلسطين اللي تطرد منها عام ثمانية واربعين وعام سبع وستين هذا هو التغيير اللي يتطفق لهو الشعوب ويهده الشعب الامريكي والشعب الاسوجة امريكا كنا نعتقد ان يقول اني اعمل منجل استقلال الامة الكردية وتوحيدها ولابد ان تحتل في الشرق العدم مكانك تحت الشمس وقل ارض الامة الكردية الممزقة المعذبة المضطهدة المستعمرة من الكل كان يجب يقف الى جانبها لا يقف بالعملاء ويضحي بمصير الامة الكردية هذا التغيير والخوف هو ان هذا الكلام في وقت يقول ان الاسود يشعر بالنقص هذا شيء خطير اذا كان اخونا اوباما شعر بانه هو اسود وانه ليس لهو الحق في ان يحكم امريكا هذه المصيبة الكبيرة لان هذا الشعور خطير جدا يجعله يتصرف ابيض اكثر من البيض ويبالغ ضطهاد السود واحتقارها نحن نقول لهو ياخي الاسود والابيض في امريكا متساويين كلهم مهاجرين امريكا ليست للبيض ولا للسود امريكا لي هنوذ الحمر سكالها الاصليين جاي الابيض و جاي الاسود اذا ان الابيض والاسود في امريكا متساويين ومن حق اوباما يرفع رأسه يقول انا شريك في امريكا امريكا ارضي مثل ما ارضكم انتم اذا كان ما يش ارضكم من بايش ارضي حتى انتم ليست ارضكم ارضا من هنوذ الحمر انتم مهاجرون نحن مهاجرون لكن ما زلنا احنا نعمل ان الاسود هذا يكون معتز بفريقيتي وبإسلامه وبعقيدتي وانه صاحب حق في امريكا وان يغير امريكا من الشر للخير وان تقيم العلاقات اللي تخدم امريكا مع الشعوب الاخرى خاصة من العرب